اشتركوا في القناة حكومة المقترحة لمسار الحوار لما له من اهمية في انهاء الانقسام الحالي اكد المتحدث باسم ميليشيات الكرام احمد المسمار اتفاق الاطراف المجتمع في القاهرة على تشكيل ثلاثة مجالس لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية متمثلة في مجلس امن قومي ومجلس دفاع اعلى وقيادة عامة واكد المسمار في بيان عبر صفحته بفيسبوك انه قد تمت مناقشة بعض المقترحات الخاصة بهيكلية المجالس المذكورة ومعالجة اشكالية الميليشيات المسلحة بالمطقة الغربية كما نفى مناقشة اي مستجدات او مبادرة جديدة قدمت من الجانب المصري بشأن تشكيل مجلس عسكري وطرح اسماء لعضويته نظم عدد من شباب مدينة بنغازي وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير عميد بلدية بنغازي المختطف احمد العريبي ورفع المحتجون شعارات تطالب امر ميليشيات الكرامة بالتدخل للكشف عن مكان اللواء المختطف يذكر ان مجموعة مسلحة مجهولة اعتقلت في مدينة بنغازي عميد البلدية السابق احمد العريبي ونجله من منزله واقتدتهما الى جهة غير معلومة في السادس من اكتوبر الجانب اكد وزيرة خارجية بالحكومة المقترحة محمد الطهر السيالة رفض ليبيا ودول شمال افريقيا لاقامة مراكز استقبال للمهاجرين ونقلا عن وكالة الانباء الفرنسية فقد صرح السيالة لصحيفة النمسوية ان ليبيا وجاراتها في شمال افريقيا ترفض المشروع الاوروبي لاقامة مراكز استقبال مهاجرين على اراضيها يذكر ان القادة الاوروبيين قد قدموا في يونيو الماضي دراسة شملت مراكز استقبال في ليبيا للمهاجرين الذين يجري ضبطهم في المتوسط بهدف منعهم من الوصول الى اراضيها نهاية الموجز الى اللقاء